امتلعت الرابعة على الدفعة بتاعتي بتقدير امتياز وقلت تخصص في سنة رابعة كان بتقريض برضا امتياز بنتبت 96% وبعد كده بدأنا مجال الشغل والحمد لله برضا كان فيه تفوق في الشغل في اقامة العروض الرياضية لما كنت بعمل العروض الرياضية سواء في المدرسة او كنت في البيت مع اخواتي صغيرين العروض كانت بتتريب على مطال الادارة فالحمد لله يعني انا من النوع اللي بحب التفوق وبحب الانجاز فيه ماماك كتير بما اني اللي انا متربية في الدرمة ما فيش ماما واحدة يعني فيه ناس كتير اللي هون فضل علينا وقعد تذكر اسميهم مش هاخلط وفي الاول في الاخر جوزي هو اللي فضل دعمي برضا قرايا في دهري فيه ده كترة كتير في الكلية بعد ما قلت ان انا مش هكمل لا فضله ورايا فيه ناس كتير معنويا وماديا ونافتيا تتاعدوني وقفي ووقفوا معي فانا لو هذكر اسمي هذكر كتير جدا فيه ناس بتشوفي اللي الظروف دي هي اللي بتوقفها انا كنت بالنسبالي حطى الظروف بتاعتي دي اللي انا هخرج بينها من الاطار اللي انا قاعدة فيها اقدر اخرج للمجتمع بتاعي اا اقدر اشتغل ذاتي احلامي هقول للناس اه انا اتربت في دار اتربت من غير ابو وام بس ربنا كرام لبنات تانية قدروا ييوموا على تربيتي وعلى نشئتي وربنا اقدرهم ان هما يساعدوني سواء بقى من برا الدار او من جوة الدار ربنا كان موقف لناس كتير الحمدلله وكان فيتيجي علي اوقات بقول انا نفس ابويا وماما يعني بابا وماما الحقيقيين هما اللي يكونوا موجودين اا ويريت لو فعلا ان هما لو لسه وعايشين وقدرين يفرجوا علي وسطي وصلوهم موجودين اقدر اشوفهم اا انا شغالة حاليا مداردة التباري واضية في مدرسة الفتح ومدرب الجنباز يعني انا حاليا مش شغالة مدرب الجنباز بس قبل الجواز كنت شغالة مدرب الجنباز فني طبعا التخصص بتاعي وقدرت احقق الحمدلله نتائج اا وكملت يعني طلعت بفريق تحت ستة بطولة بطولة وحققنا مدليات اا دهب الفريق كله بس ما كملتش معهم يعني الزروب خاصة يعني وكده فانا بقول له انا نفسي يحصل معي حاجة ده كده فهو حط الكلمة في دماغه وما رحنا الوزارة احنا كنا رحنا الوزارة عشان نشوف موضوع المنح ديات ولو كده الوزارة تقدر تساعدنا ولا لأ وهو بينه وبين الوزارة قدم الطلب ده ما كناش نعرف اللي هو هيتحقق يعني بفضل الله لقيته وكنت راجع في يوم للشغل لقيته بيقول لي تعالي في خبر حلو الوزارة هتحضر المناقشة بتاعتك قدت انت بتتكلم بجد قال لي او والله وبدأنا نعمل الدعوات احنا الاخر اللحظة كنا الشاكين اللي هي مش هتحضر لا بس هي تلعت انسانة فعلا وحضرت وحضرها ده كان بالنسبة لي دفع قوي جدا ويلولا حضرها ده بفضل ربنا ما كنتش يعني ما اظنش ان انا كنت هكون في المكان ده دلوقتي ولا في اللقاء الجميل ده حضنها كان حضن ام مش حضن وزيرة جاية بتعمل شو والكلام من ده لا حضنها كان فعلا حضن ام وكنت مبسوطة جدا جدا هي وكل قادة القادة اللي كانوا موجودين من الوزارة حاضرين عشان كان في عدد كتير من الوزارة موجودين احترامي ليهم وتقديري ليهم بجد وبشكرهم على كل لحظة فيها كانوا معايا وحضرهم كان دعم كبير ليا وفخر تعبط كلمة شكرا دي تل المقلعي لبجد عليك وكان واقف دهري جامد كتير جيت قلت مش هكمل هو اللي فضل لا هتكملي وانا معاك للاخر مهما تكوني لي ايه مهما الصعبات اللي بتلعب لي انا بضهرت ما تخافيش ان انت عاوزها تعملي عاوز اقولك اللي هو برضا كعنده احلام ونفسه اعملها بس طبعا الظروف اهم حاجة عنده انا تقول مالتي نجحة انا موجود معلك وكده مرة قالت لي عيدة انا مش عايز اكمل قلت لها ليه قالت لي عشان البنت والمعارفش ايه والظروف والمصاريف والكلام ده كله وهي كيتحامل لسه فريدة تمام فقيت لي خلي المصاريف للولادة خلي المصاريف قلت لها سيبيها على ربنا ربنا عمره ما هيسيب حد ودايما ده ده معتقدي انا الشخصي يعني اللي اللي مهما اعمل مهما يعني مهما ابتلاءات لأ ربنا بيحلها يعني اللي ربنا اللي خلاني وانا عندي ساعتين محدود جنب جنب سوبر ماركت تمام وجبني اولادي وخلانا كمل تعليمي وخلانا اخد البكريوس بتاعي يعني هيستعص عليه اللي انا ابقى اللي انا اي مسكلة تغيرة تمام هقف فيها اكيد لا او عمر اللي انا كنت من ضرق ايتام كانت عائق بالنسبة لي لا بالعكس انا كنت فخور جدا لنا في ضرق ايتام المشكلة انتو معلش مش 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 تفرقة بس المجتمع احنا نتيجة مجتمع فنتيجة المجتمع انت عايز تبين اللي انت غلط فمش على حسابي لأ انا هبقى بنا عدم كويس انا هزبط نفسي هزبط وجودي هزبط اللي انا يا جماعة انا موجود انا في وسطكو بنا عدم عادي طبيعي تمام يعني مومتها هتاخد الدكتوراه تمام ليه بنتي ما تبقاش بطلة اولمبية احنا من دلوقتي بن بزبط يعني انا حتى لما يسألوا في المدرسة موما شغالي هتقولهم دكتوراه هتفرق زي ما انا كنت في المدرسة ما كنتش عارفة الدولة تمام كنت بقول لانا من دار مع ان انا فخور بدا بس لما تتقال بابا محاسب ماما دكتوراه احنا في مصر شوية بناخد بالالقاط تمام فهتفرق شوية يعني حتى لو ربنا يكرمني بعد اللي قوات الجميلة دي حتى يقول احنا عين ناكي انا عادي يعني حلم يقوله ان انا كنت اتعين في اه في جامعة في الجامعة بتاعتي عشان طلعت الرب على الدفعة فربنا ما كرميني بالتعين فنفسي لغاية دلوقتي الحلم دي يتحق فانا باذن الله بعد ما خلص المجستير خالص بقى احنا خلطناه اللي هو بقى استلم الشهادة سجل الدكتوراه باذن الله وربنا يأذن هو بالنسبة للظروف اللي ما تعترش حتى لا فيه ظروف كتير فيه ظروف كتير بتقابل الشباب كتير بس انا من خلال تجربتي بقول لكم ما تتسلموش للظروف او الظروف ساعات بكون اقوى من كل انسان وساعات كل حاجة بتكون قوية وبنحبط اوقات كتير بس لا خليك قد حلمك وخليك مصر وعندك اسرار وهدف هتوصل بمعينة الله ووكل نفسك على ربنا هتوصل للي انت عاوزه مفيش حد بيوصل للسلم العاشر او السلم المية اللي لما يطلع على واحد واثنين وتلاتة فاوصل لهدفك واسرارك وخلي عندك ايمان بربنا وايمان بقدرتك هتوصل للي انت عاوزه وحقق حلمك عشان دل هقدر يخرجك للعالم والمجتمع ان انت فيه